قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده سترد على أي هجوم نووي بأسلحتها النووية وقالت وكلة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الخميس إن كيم أدلى بهذا التصريح في اليوم السابق حيث كان يشجع أعضاء وحدة المكتب العام للصواريخ التي شاركت في تجربة إطلاق الصاروخ هواصونغ 18 العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الاثنين وفي أثناء اجتماعه مع الجنود في المكتب الرئيسي لللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم قال كيم إن النشاط العسكري الذي نفذته الوحدة كان دليلا على دقة كورية الشمالية وقوة قدراتها العسكرية في المقابل أصدر وزراء خارجية كورية الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان بيانا مشتركا اليوم الخميس أدانوا فيه بشدة إطلاق كورية الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وقال البيان إن الاستفزازات المستمرة من قبل بيونج يانج تهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم وأشار البيان إلى أن كورية الشمالية لم تصدر إشعارا مسبقا بإطلاق الصواريخ مما هدد سلامة الطيران المدني والملاحة الجوية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر